خبر الساعة بقى اليومين اللي فاتوا كانت تبدين يا مقلوبة كلام كتير رايح وجاي عن ايه اللي هيحصل مع نيمار امبارح كشف التقارير الصحفية السعودية واوروبية عن التفاصيل الكاملة لتعاقد نادي الهلال السعودي مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي بعد ما اتمت ادارة النادي السعودي اتفاقها مع اللاعب ونادي لضمه خلال فترة الانتقالات الانتقالات الصيفية الجارية كل التقارير الحقيقة اختلفت عن او يعني حول قيمة التعاقد البعض قال انه التعاقد ده تم مقابل تسعين مليون يورو ناس تانية قالك لا ده ميت مليون يورو ناس تالت قالك لا ده مية وخمسين مليون يورو عشان يبقى الاجمالي فيه موسمين تلتمية مليون يورو بس احنا الحقيقة يعني لسه النادي لم يعلن المقابل الرسمي المقابل المادي رسميا حتى هذه اللحظة لكن بعيدا عن التكونات المتعلقة بالرقم الفجر نفسه لكن خلاص طبعا الموضوع اتحسم ومازالت المملكة العربية السعودية بتفاجئنا وتفاجئ العالم كل يوم والتاني بمستجدات حلوة بتجلب من خلالها اهم واجبر واشهر واغلى واغلى لعيبة كرة القدم على مستوى العالم ينضموا للدور السعودي بالمناسبة يعني دي حاجة تسعدنا كلنا مش بس كسعوديين كسعوديين وكمصريين وكعرب بشكل عام اي نجاح لاي دولة عربية يعني يلفت انظار العالم ده نجاح لينا فكرة انه يتقال ان عندنا في عالمنا العربي دوريات قوية وعندنا دوريات نسبة مشاهدتها كبيرة جدا وفيها نجوم العالم موجودين دي حاجة تسعدنا جدا فبنتمنى لهم اكيد المزيد من النجاحات ان شاء الله الفترة اللي جايزة